مرتاحة بيزيد يا ريد لو ما خبرناها للسلطانة هويان بهي الطريقة لا تنسى انه انت اطعمنا يا امير امي مع الوقت رح تتقبل الموضوع يا هوريجيان واذا رفضت وما عطت ايميل قراراتي وقتا رح تغسرني ان شاء الله الامور ما رح تصل لهي الدرجة صدقيني الامور رح تمشي لمصلحتنا يا هوريجيان ادخل سمو الامير بيزيد نحن جاهزين وناطرين تشريفكن يلا انا جاي يعني ضروري تروح عالصيد ضروري اني روح بعدين كل قادة الامارة رح يشاركوا بها الصيد ما رح اتأخر بوعدك بها شي ما رح اغيب اكتر من سبول كيف بتخبي عني انه هوريجيان موجودة هون؟ سامحيني يا سلطانة لأني خبيت ما كان فيه ادامي حلتا يعني سمو الامير بيزيد منطرف وجنابك منطرف انا وبيزيد منطرفين مختلفين او عتنسى هذا الشي وقت بيكون هو بخير انا كمان بكون بخير وانت بتعرف انه علاقته مع هوريجيان خطأ او وجودة خطر علي واذا حابب اني سامحك لانه خبيت علي بتنفذ اللي رح قوله هلأ شو المطلوب مني يا سلطانة؟ هوريجيان المفروض تبعد عن ابني بدي منك تعمل المستحيل حتى تخليها تروح من القصر بعتلى عند السلطانة بيان او اي مكان تاني شو الاخبار؟ سمو الامير راح الصيد؟ قبل شوي طلع من القصر معناته حضروا حالكن منيح بدي الامور تمشي متل ما اتفقنا مفهوم؟ مفهوم يا باشا وهيك الامير الصغير وبمساعدة من الحمامة لقى قصره وفهم انه ما لازم ابدا انه يروح على الغابة مرة تانية لحاله شو عجبتك القصة؟ سلطانة لازم انه اخد سمو الامير على الحمامة معزروني بالإذن رنا خانو انا بعرف معنك مبسوطة من وجودي بالقصر ولهيك خبرتي السلطانة هويام اني هون حاشا يا سلطانة انا ما خبرتا كوني مضطمنة انا ما رح اقذيكي بس في شغلة لازم تفهميها يا خانو كتير منيحة انا معني جارية وإياكي تنظريلي على اني منافسة لإلك لانه انتي رح تكوني الخسرانة ادخل سلطانة هوريجيان شوفي سمو الامير بعثلكم معي خبر قالنا ترككم بدومانيجيا يا سلطانة هاه لسا متوولين لنوصل؟ ايه سلطانة الطريق طويل ليش وقفنا؟ شو الموضوع؟ مصطفى بعشا؟ شو عم يصير؟ أعزروني يا سلطانة استضافتكم بكوتاهية وصلت لنهايتها وهلأ رح تروحي لعند السلطانة باية شو هالوقاحة هاي؟ انت كيف تحكي مع أسيادك بهالطريقة؟ بعد حراسك من هون فوراً سامحيني يا سلطانة بس أنا متل ما بتعرفي عبد مأمور السلطانة هويام ما بدا تشوفك بكوتاهية مرة تانية أبداً ما عندك حل تاني غيره وإلا رح كون مجبور إنه استخدم معك الأول شو رح تقول لسموه الأمير بيازيت؟ سموه الأمير ما رح يرجع إلا بعد أسبوعي وأنا رح أعمل كل جهدي حتى يضل فترة أطول بس لأمتى فيك تخبي الموضوع رح ينكشف انتي حتروحي على أساس هالشي قرار من مولانا السلطان لأنه مولانا إذا عرف بوجودك هون هالشي رح يدايقه كتير بيجوز سموه الأمير يتدايق مني لأنه أنا نفست هاد الأمر بغيابه بس رح يفهم لأنه هاد كان الحل الوحيد استنى طلعي على العربية يا سلطانة الحراس رح يرافوكي حتى توصل إلى أوسكوب بأمل أنا ما رح روح حتى لو استخدمت معي الأول بدي شوف سمو الأمير مستحيل يا سلطانة ما بقى رح تشوفي بحياتك مرة تانية لا ما رح روح على إيه مكان سمعني سمعني ميح في أمور مهمة لازم إلك ياه وبعدين ساوي فيني شو ما بدك رح قلقون سر خطير كتير السلطانة هويام رح تكون ممسوطة وقت بتعرفه رح تقوم الدنيا وما تقعد يا ماشا وشو هو هاد السر؟ بس وعدني بالأول إذا أنا قلت لك يا يا مصطفى باشا إنه تساعدني إبقى عند الأمير بيزيد ادخلي السمو الأمير إن شاء الله ما كنا عم إزعشكم شو هالحكي هاد؟ إزعشوه ريجيهان من وقت ما رجعت من الصيد ما شفتك أنت صار فيك تمشي سمو الأمير؟ سلطانة؟ 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 أمير بيزيد بعثلكون مكتوب يا مولاي مولاي المعظم أعتذر عن جرأتي بإرسال هذه الرسالة ولكن المسألة مهمة وتتعلق بمصلحة الدولة العثمانية العلية وعلى الرغم من أنني مساعد الأمير بيزيد إلا أن الموضوع لا يتعلق به بل له علاقة بسمو الأمير مصطفى للأسف مولاي فقد وصلتني أخبار تقول بأن الأمير تزوج ابنة الرئيس خضر مهرونيسا خان وقد تم الموضوع بشكل سري كما علمت أن مهرونيسا خانم حامل وهذا يعني أن الزواج قد تم منذ مدة طويلة يا مولاي ترجمة نانسي قنقر بنته لرئيس خضر مهرونيسا خانم يلي هي مساعدة ابن مصطفى لسات على الأسوازي فتاة؟ لا يا مولاي ما نبي أماسيا سمو الأمير ومثل ما أمرته طلب من مهرونيسا خانم ترجع لعند أبوها للأسف مولاي فقد وصلتني أخبار تقول بأن الأمير تزوج ابنة الرئيس خضر مهرونيسا خانم وقد تم الموضوع بشكل سري كما علمت أن مهرونيسا خانم حامل مولاي مولاي إجا قائد البحرية محمد باشا وناطر الإذن حتى يقابلكون خليجي مولاي أنا تحت أمركم وبالمناسبة سلطانة وصل مكتوب من كوتاهيا كنتي متدايقة وما حبيت إلك بعتوا الوزير مصطفى لحضرتك إن شاء الله يكونوا بعتوا لهوريجيان أعطول كنت أقول إنه عدوه لمصطفى هو موجود داخله إدخل سلطانة خبرية حلوة الأمير مصطفى كتب كتابه على بنت الرئيس خضر مهي هي الخبرية؟ مين ألكون يا سلطانة؟ أنا رجالي موجودين بكل مكان يا لقمان مولاي عرف بقصتها الزواج؟ كيف استقبل الخبر؟ حكي لي تعالجي هانجير سلطانة أكيد وصلتكم معلومات إنه مصطفى مولاي شايف إنه هاد الوضع المناسب لأنه غلطة مصطفى مصغيرة بنوب يا ابني طلع متزوج من بنته للمرحوم الرئيس خضر بالسر مستحيل هذا الشي أكيد عم يفتروا عليه أنا متأكدة من الموضوع الأمير مصطفى خالف أوامر مولانا السلطان يا جيهانجير ولازم ينال جزاؤه على هاي العملة يا ترى وقت بيعرف مولاي عن أخي بيازيد رح يكون موقفك ذاته يا سلطانة؟ أنت مع مين بالضبط يا جيهانجير؟ شو سبب هذا الحب لمصطفى؟ معقول توقف مع عدد إخواتك؟ لجوز لأنه دائما هو الشخص المظلوم بيناتنا موقفك لازم يكون محدد يا جيهانجير لأنه الغابة فيه وحوش كتير يا ريت بتخاف على أخواتك وبتأكل هم والأب مصطفى طبعا حضرتك ما عندك علم بي اللي صار مع مريا مزوجة شو صاير معهم؟ يجب أن يدرك الأمير حجم هذه المهمة عليك أن تسانديه إحذره أبقي سليم بعيدا عن الخمر وليستمر بضوبته ظاهريا على الأقل واحرصي على ألا يذكر اسمه في أي حادث لحظ عم بيضحك لك يا أبني رحين على العاصمة يا جيهان خانو مولانا السلطان رح يسلم العرش لأميري وزعوا الحلو فورا وفرقوا الدهب عن الناس ومولانا كيف غير رأيه؟ السلطانة هويام بتحل أصعب الأمور صح يجيهان؟ هاي المرأة اللي اسمها آيفا وزوجة ما عطلع صوتهم ما هيك؟ أوعا يعملونا شي مشكلة بهالوقت الزلمة إجا لهون وأخذ مصاري كتير ومن بعدها ما عطبين بنوم سمو الأمير في عندك أي معلومات متعلقة بالحملة؟ ما رح نروح على محل يا تشالي جالي عرفوا بموضوع مهرونيسا في حدا هون مخبرهم كيف عرفوا يا سمو الأمير ومين خبرهم؟ ما بعرف لازم تحققوا مع كل يلي بالأصر على ما يبدو إنه في جاسوس بيناتنا سمو الأمير متل ما بتعرفوا الفهد كان أسير عند أعداءنا يعني مبيني من يلي مخبرون يحيى بيك أنا الرجال بحياته ما حدث ترجع يتهمني بالخيانة وإنت هيتاني مرة بتتهمني ممكن تكون اعترفت اللون كيف عرفوا بالموضوع لك؟ جالي جالي فهد ما عد بدي شوفكن عم تتخانقوا بعثوا خبر للسلطانة فاطمة وخليها تعرف كيف وصل الخبر هالشي كان رح ينكشف عاجلاً أم آجلاً نبهتكن كتير بس ما رديتوا علي بيكون شي حدا من جوات الأصر مخبرون ما في شي مؤكد بلك في حدا تاني عنده دوافع لا يفضحكم مين بده يكون سلطانة؟ ما في حدا غيرنا بيعرف هالموضوع لا تنسوا بيازيد هو وهوري جيهان كانوا هون بالأصر وشافوك يا عنا وممكن كتير إنهم يحكوا بس بيازيد بيعملها؟ كل شي وارد بالآخر هو ابن لهيان أنا برأيي تعيين سموه الأمير سليم ممكن يكون في خير لسموه؟ أي خير اللي عم تحكي عنه أنت؟ في لعبة عم تنلعب وهالشي واضح وإلا شو اللي خلى مولانا يغير رأيه بتعيين مصطفى مؤكد في سبب لهاد الشي سموه الأمير ماشي فيك تنصرف الموت عندي أهول من إني شوف سليم مستلم العرش ولو بالوكالة بعيد الشارع عناك يا بيازيد بعدين شو بتفرق؟ نيناتهم منافسينك الفرق بين سليم ومصطفى كبير يا هوري جيهان سليم ما بيفكر غير بالشرب وهو مو خرج أبدا يكون نائب للسلطنة مو مثل مصطفى شخص قوي كتير وشهم وفيني دائما اعتمد عليه ووسق فيه وبيحب كل إخواته بنفس المستوى رخي إيدك لا تشدي بالراحة بالراحة عبية بس على مالك ممتاز ممتاز حلو كتير والله صعب يا بيازيد بس مو أصعب من الكمان اللي ما كنت أعرف أتعلمه ما فيك تهرب متل ما أنا عم اتدرب انت لازم تتدرب تفضل عفوان سموه الأمير الحارس الشخصي لسموه الأمير مصطفى وصل قبل شوي وطانب إنه يقابلكم خير إن شاء الله سموه الأمير بيازيد أنا منصور جيت بأمر من سموه الأمير مصطفى وهل مكتوب لسموهك علمنا أن مولانا السلطان قد علم بموضوع زواجي عبر رسالة وصلته من كوتايا لا يلق بك التظاهر بأنك بيت أسراري ومن ثم تطعنني بالظهر لقد جعلتني أغرق في بحر من الحزن للأسف عندما يتعرض الإنسان لأقصى الضربات وأقواها من ققرب الناس إلى قلبه يكون ألمها مضاعفا خير سموه الأمير؟ بدك تفهمني شو اللي عم بيصير بعتين مكتوب لمولانا السلطان عم يخبروه فيه عن زواج أخي مصطفى السري وهالمكتوب مبعوت من أصري وبهذا الأصر حتى الطير الطاير ما بيطلع من دون علمك يا مصطفى وأكيد أنت ورا هالشي ما هيك؟ جاوبني على سؤالي مضبوط سموه الأمير أنا بعده بس مو بيدي مو أنا المسؤول عن الموضوع ياللي أمر بهذا الشي السلطانة هوريجيان شو عم تحكي يا بنيادة؟ لكن أنت عرفان بشو عم تتهم السلطانة؟ لما كنت بالصيد وصلنا أمر من السلطانة هويام عم تطلب مني إبعث السلطانة هوريجيان وبشكل فوري عائسكم ولوما نفست هذا الطلب كانت كبرة القصة وكانت وصلت لمولانا السلطان وأكيد وقتها رح يطردوا السلطانة بالقوة وبأمر من مولانا وهوريجيان شو دخلها بالمكتوب؟ لما خبرت بهذا الموضوع السلطانة هوريجيان قالت لي بدا تتفق مع السلطانة هويام مقابل إنه تبقى بكوتاهية فيه سر رح تخبره فيه لا لا هوريجيان ما بتساوي هيك شي لأنه بتحبه لمصطفى ومستحيل إنه تأذيه بس هي يا سمو الأمير بتحبك إلك أكتر بكتير شوف كيف طلعت أنا غيرت لون صحيح اللي سمعتو؟ اللي بعث الخبر عن مصطفى هو أنت؟ شو عم تحكي بيا زيد ماني فاهماني اللي عم تقوله أنا عرفت قلشي هوريجيان انت عامل اتفاق سري مع السلطانة هويام لحتى تضلي هون؟ كنت مضطرة يا عبا يا زيد نحنا افترقنا مرة من قبل وقالله بيشهد قداشت عزبت لما بعدونا عن بعض وما فيني اتحمل إنه يخيرون ومين اللي رجعنا لبعضنا يا هوريجيهان؟ أه؟ مو أخي مصطفى اللي ساعدنا؟ مو هو اللي جابك؟ استقبلك بأسره وحتى إنه خباكي عنده وهيك بتكون جزاته؟ أنا، أنا مو أصدق إيزي سدي إني بيا زيد، أنا عملت هيك لحتى نضل سوا ما في أي عزر ببرر لك إنك تخونيني نيني؟ وهلأ؟ روحي من هون لأنه ما عد بدي يشوفي أبا يا زيد أبا يا زيد أبا 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 أبا